بحضور سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة انطلقت صباح اليوم أعمال المنتدى الخليجي للشركات العائلية بمشاركة واسعة من قطاع الأعمال والتجارة المنتدى الذي انطلق تحت رعاية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير عبدالله ناس يصلط الضوء على تحقيق الاستدامة في الشركات العائلية وضم المنتدى نخبة من المتحدثين من داخل وخارج مملكة البحرين وشاركت فيها عدد من الجهات المعنية باستدامة الشركات العائلية وحوكمتها والعديد من الشركات العائلية البحرينية والخليجية وعلى هامش المنتدى تم توقيع اتفاقية تفاهم مشتركة بين المركز الوطني للمنشآت العائلية من المملكة العربية السعودية وغرفة تجارة وصناعة البحرين تهدف لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال استدامة الشركات العائلية إضافة إلى ورشة عمل تحضيرية حول نشأة الجيل القادم من القادة في الشركات العائلية